سؤال بعد كده بيقول ابن أخي طالب سنوي بيذاكر من المنصات التعليمية على المواقع وفيه مدرس كيمياء الناس هكرت المذكرة الخاصة به ونزلتها للعامة والمدرس ده اتحسب في أي حد ياخد المذكرة وابن أخويا مش بياخد دروس خصوصية لضيق الحال فقال له ونزل المذكرة هذه حرام في حين هي متاحة للجميع الآن وشكرا جزيلا لفضيلتكم أول حاجة أن الشخص اللي هو تعالوا نتكلم عن المدرس ده المدرس اللي هو عمل الكلام ده هو يتكلم عن العلم والأصل الأصل 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 أن العلم ده حقوقه مسبلة حقوقه مسبلة نتكلم عن الملكية الفكرية شوية نتكلم شوية بسيطة عن الملكية الفكرية فالأصل أن العلم ده وصل لهذا المدرس من أستاذ والأستاذ ده علمه من غير حساب فلما وصله لعلم المفروض أنه لا يكتم العلم طيب أمه لإيه الحكاية؟ هو بازل مجهود معين فرتب أشياء وقدر أشياء فبقى فيه ملكية فكرية لهذا الترتيب نعم فهو إيه اللي حاصل؟ أن اللي هو عمله ده له حق فيما رتبه فإن اللي حاصل؟ ولكن يبقى أن حق العلم مسبل لأنه لما تعلمه عن حد تاني عن أستاذه اللي علمه له أنه أصل المعرفة دي هو أستاذه وكمان ما خدش منه حاجة ده أستاذه علمه وهو بعد كده أخذ الأمر ده وتعمله وهنا بتقع بقى مسألة مهمة جدا في التوازن في النظر إلى الملكية الفكرية هو فيه جزء هو ملكه وهو الترتيب والتنسيق وجزء مش ملكه اللي هي المادة نفسها الكيميا نفسها الجداول الجداول بتاع الألكترنات والكلام عن دوت والكلام عن المعادلات هو لا يملكه ده ملكه الناس اللي اكتشفوا ده وعشان كده ببساطة خالص فيه جزءين جزء أن العلم مسبل وجزء أن العلم حصل فيه ترتيب وحصل فيه إنتاج جديد العمر التاني أنه فيه طرق مهمة جدا جدا لتسجيل هذه الأشياء إيه الطرق أن يروح للطرق الشرعية عشان يقدر يحاسب الناس اللي عملت كده أنا معه أن الشخص لو قال أنا لا أسمح بأن حد ياخد الشيء اللي أنا صنعته ده ويعممه فليس هذا من ما يجوز لا هيبقى ممنوع أنا لو عايز المعرفة أروح أحصلها من حد تاني فلذلك هناك حرم على الشخص الذي هكر هذا الحساب لهذا الشخص تاني يبقى إيه اللي حاصل الشخص اللي هكر هذا الحساب لهذا الشخص هو فعل حراما طيب الشخص بقى اللي يستعمل ده إيه مدخل الحرام اللي عنده مدخل الحرام اللي عنده أنه يتعاون على الإثم والعدوان هل الشخص الذي ينظر في هذه المذكرة يتعاون على الإثم والعدوان الجواب لا لأن الفعل تم الفعل تم خلاص وده انتشر ولازم ده نركز وإحنا بنبص المسائل الإلكترونية وخلاص الحاجة دي تم أخذها ونشرت فبقيت زي أي حاجة موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي يبقى مين الذي تعدى على أسرار وخصوصية الشخص المهكر وهذا حرام عليه طيب هذا حرام عليه يعني إيه؟ يبقى لو حد بيحتسب يحتسب على هذا الشخص طيب الشيء بقى لما طرح فيه على العامة وفيه جزء مسبل فهو بيتحس من على أي حد يطالع ده أنا لقيت شيء لم أشارك على أخذه من هذا الشخص وعلى فكرة نشره مش هو المشاركة في الإثم والعدوان ده المشاركة في التهكير هو المشاركة في الإثم والعدوان طيب والاستعمال ده خلاص هو تحول إلى معلومات على شبكة المعلومات العالمية طيب يقول لي طيب هل ده ينفع يتلم؟ لو كان أنا فعلي بالامتناع ده هيلم الحاجة كان ماشي بس هو خلاص خلاص يعني إيه؟ تحول من الخاص إلى العام من اللي حوله من الخاص إلى العام؟ المهكر يبقى هو اللي عليه الإثم فإذا استعمله ابن أخوك مش هيبقى مستعمل لشيء محرم لأنه مستعمل لمعلومة طيب الشخص اللي عمل حسبانا ده هو له أن يطالب بالحق القانوني من ذلك الشخص المهكر ويطالب بحقه حقه في الملكية الفكرية بس هذا الأمر لما أشيع ما بقاش الشخص ده المستعمل له بيشارك في الإثم والعدوان طب ليه طيب؟ لأنه أصبح معلومة عامة بالعكس ده هو ممكن اللي يستعمله كمعلومة عامة يكون ده فيه ترويج لهذا الشخص اللي هو الشخص اللي هو ده المدرس ده ده بقى بالنسبة له ترويج عشان يجيله تلامزة بعد كده كتير وأنا عايز أقول له أنه أنت لازم تركز في هذا المعنى يبقى الإثم على ذلك الشخص المهكر وليس على المستعمل لأنه يستعمل معلومة متاحة في الأمر ولأن الأمر إذا تحول حل خلاص اللي كان صعب الإثم ذلك الأمر ولكنه تحول إلى شخص آخر هو لم يساعد ولم يكون هو مشاركا في الإثم والعدوان يا سادة احنا النهاردة تكلمنا بشكل واضح عن مسألة جليس اسمه جليس الألأ وجليس الوسوسة وممكن واحد أنا بتكلم حتى في السؤال الأخير ده واحد هو عايزني كل ما حسسه أنه هو عيعيش في الحرام وأنه لازم يبتعد عن الحرام يبقى ده وتعلامة الإيمان احنا مش جايين عشان نقلق الناس ولا نخوفه احنا جايين عشان نقول للناس أن الله سبحانه وتعالى بهم لطيف وأن الله سبحانه وتعالى بهم كريم وأن الله سبحانه وتعالى جعل الحلالة بيناً والحرامة بيناً ولكن ما أمرناش أن نحن نوسع دائرة المشتبيهات في حياتنا أمرنا أن نرد كل حاجة إلى مكانها والنور دائرة المشتبيهات في حاجة إلى مكانها بأنك تنظر إلينا بلطفك وكرمك وغدك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أكرمilee يا أكرمين يا أكرمين اشتركوا في القناة